أصيبت إحدى النساء في بلدة قريبة من العاصمة الرياض بمرض سرطان الدم وكانت هذه السيدة صاحبة دين وخلق ولحاجتها للرعاية استقدمت خادمة اندونيسية وبعد مرور أسبوع تقريبا على حضور الخادمة لاحظت هذه السيدة أن الخادمة تتردد على دورة المياه أكثر من المعتاد وتغيب كثيرا بداخلها وفي إحدى المرات سألت السيدة هذه الخادمة عن سبب بقائها في الحمام طويلا فأخذت الخادمة تبكي بكاء شديدا فتعجبت السيدة وسألتها عن سبب بكائها فقالت لها إنني وضعت ابني منذ عشرين يوما فقط وعندما اتصل بالمكتب في اندونيسيا أردت اغتنام الفرصة والحضور للعمل عندكم لحاجتنا الماسة للمال وسبب بقائي طويلا في الحمام هو أن صدري مليء بالحليب وأقوم بتخفيفه عندما علمت هذه السيدة المريضة بما قالته الخادمة قامت على الفور بالحج لها في أقرب رحلة إلى اندونيسيا وصرفت لها المبلغ الذي ستأخذه خلال السنتين بالتمام والكمال ثم استدعتها وقالت لها هذا راتبك لمدة سنتين مقدما اذهبي إلى ابنك وارضعيه واعتني به وبعد سنتين بإمكانك الحضور إلينا ثم أعطتها أرقام الهواتف في حال رغبتها للعودة بعد سنتين وبعد سفر الخادمة كان لدى السيدة موعد لمتابعة تطور مرضها بسرطان الدم وعند الفحص الروتيني للدم كانت المفاجأة إنهم لم يجدوا فيها أي أمراض فطلب الطبيب منها أن تعيد التحليل عدة مرات وكانت النتيجة واحدة لا يوجد أي أثر لسرطان الدم فذهل الطبيب لشفائها لأنه يعلم مدى خطورة المرض لذلك حولها على الأشعة فوجدوا أن نسبة السرطان صفر عندها تأكد للطبيب شفاءها تماما فسألها عن اليلاج الذي استخدمته فكان جوابها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وقد قال أيضا من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة الذي يثبيه